الحمد لله رب العالمين و أصلي و أسلم على المبعوث رحمة للعالمين و على آله و صحبه أجمعين أما بعد حياكم الله أيها الإخوة و الأخوات في هذا البرنامج المبارك مع هذه الوجوه المباركة في هذه الشاشة المباركة و أسأل الله عز وجل بمنه و فضله و كرمه أن يوفقنا و إياكم للطاعات و يجنبنا الذنوب و المعاصي و السيئات إنه و لي ذلك و القادر عليه اللهم علمنا ما ينفعنا و أنفعنا بما علمتنا و زدنا علما و عملا و إخلاصا و يقينا لك يا رب العالمين لا زلنا و إياكم كما وقفنا في الحلقة السابقة في بيان آيات من صورة الكهف و تفسير ميسر لهذه السورة المباركة و ذكرنا أن النبي عليه الصلاة و السلام رغب في قراءة سورة الكهف يوم الجمعة من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين من حفظ يقول عليه الصلاة و السلام في الحديث الآخر من حفظ أول عشر آيات عصم من الدجال هذا يرغب القارئ يرغب المسلم يرغب الحافظ لكتاب الله عز و جل على هذه السورة المباركة سورة الكهف تلك السورة التي كان يواضب عليها أولئك الأعلام أولئك الأتقياء أولئك الأنقياء يحافظ عليها في قراءتها في تدبرها في التمع في هذه القراءة في هذه الآيات لم ينزل الله عز و جل هذه الآيات لأن تتلى فقط لا و إن كان في قراءة القرآن الشيء الكبير و العظيم لكن الأعظم من ذلك و الأكبر من ذلك و المرغب فيه أكبر من ذلك ألا و هو التدبر في كتاب الله تبارك و تعالى لماذا لماذا لما يقرأ ذلك الإمام شيئا من القرآن يكون ذلك القلب ساه الله في الصلاة ساه الله في خارج المسجد لماذا و لذلك الذي يتفكر في قراءة الإمام و يتدبر في قراءة الإمام و يتمعن في تلك القراءة حقا و يقينا و حتما أنه سيتأثر في تلك القراءة و سيتأثر في تلك الآيات و يتفكر و هو يسمع هذه الآيات يتفكر في هذه الآيات فيكون مع القرآن لأنه تفكر في هذه الآيات تدبر هذه الآيات و لذلك الله عز وجل ذم الذين لا يتدبرون القرآن الكريم و لا يتمعنون في القرآن الكريم قال الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا هذا يرغب المسلم ويرغب المسلمة على أهمية التدبر في كلام الله تبارك وتعالى بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحب أن يسمع القرآن من غيره ويتدبر في قراءة ذلك القارئ كما حدث مع ابن مسعود اقرأ علي القرآن فإني أحب أن أسمعه من غيري فقرأ عليه حتى بلغ قول الله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال عليه الصلاة والسلام حسبك يقول ابن مسعود فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان لماذا بكى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه تدبر لقراءة ابن مسعود نقف عند هذا الفاصل يسير بتوفيق العليم القدير حياكم الله أيها الإخوة والأخوات لا زلنا وإياكم في هذه الحلقة المباركة مع هذه الوجوف المباركة في هذه الشاشة المباركة في هذا البرنامج ليطمئن قلبي ولذلك نقف وإياكم في هذه الآيات المباركة يقول الله عز وجل المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا هذه الآية تبين لنا على أن الإنسان طبيعة الإنسان أنه يحب كثرة الأولاد والأولاد هنا المقصود فيها البنين والبنات ولذلك قال الله عز وجل في آية أخرى يوصيكم الله في أولادكم ثم فصل سبحانه وتعالى للذكر مثل حظ الأنثيين فالله عز وجل لما قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا الإنسان بطبيعته يحب المال ويحب الأولاد يحب المال ويحب الأولاد وكلاهما زينة في هذه الحياة الدنيا لكن الذي هو أعظم من ذلك الأعظم من ذلك الباقيات الصالحات ما هي أو ما هي الباقيات الصالحات كيف نعرف الباقيات الصالحات هل وضحها الشارع الحكيم نقول نعم قال بعض أهل التفسير الباقيات الصالحات هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هذه هي الكلمات هي الباقيات الصالحات التي تنفع قائلها في الدنيا والآخرة ولذلك قال الله عز وجل المال والبنون زينة في هذه الحياة زينة الحياة الدنيا فهي زينة يتجمل فيها المسلم في هذه الحياة وما أجمل أن يتجمل المسلم في المال والبنون إذا كانوا على طاعة الله عز وجل فينفق تلك الأموال نصرة للدين وينفق تلك الأموال في حقها المبين والأولاد المال والبنون والبنون الأولاد يكون في رعايتهم ويقوم في النصح لهم والتوجيه لما ينفعهم في الدنيا والآخرة هذه هي الزينة التي رغب فيها الشارع الحكيم بالمقابل ربما يكون الأموال والأولاد عدو لكم كما قال الله عز وجل في صورة أخرى يا أيها الذين آمنوا إنما أموالكم وأولادكم فتنة هذا يبين لنا على عظم هذه الزينة وهي المال والبنون إذا كان في طاعة الله والباقيات الصالحات هي خير عند الله عز وجل والباقيات الصالحة خير عند ربك ثوابا وخير أمل الأجر يضاعف الثواب كبير عند الله عز وجل وهذا يبين لنا على عظم وأهمية التفكر في كتاب الله تبارك وتعالى بهذا القدر نكتفي وإلى لقاء آخر نلتق إن شاء الله أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة